اشتركوا في القناة وخيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة وإلى ذوي الشهداء الأبطال وأن يتغمدهم القدير بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يمنى على المصابين بالشفاء العجل وأكدت المملكة وقوفها وتضامنها التام مع مملكة البحرين الشقيقة كما تجدد موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوث الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر